موسيقى موسيقى نساء الخير عليكم جميعا احنا اتكلمنا في الحلقة الخامسة اللي فاتت عن اول قرد في تاريخ النادي الاهل وقلنا ان القرار ده له تدعيات خطيرة قوي هنتبهها في حلقات قادمة واتكلمنا عن ضم علي بيك ابو الفتوح عضو باللجنة العليا بدل من عبدالخالق صاروات بيك اللي تم تعيينه مدير لمدريت قصور لانه مش هيقدر يتواجد بصفة منتظمة في اللجنة العليا واتكلمنا عن تعيين اول امين صندوق في تاريخ النادي وهو محمد علي دولار بيك واتكلمنا برضو عن اقتراح عمر لطفي بيك بتخصيص يوم او يومين للسيدات بس يدخلوا فيه النادي الاقتراح اللي اتأجلت مناشته واتكلمنا عن وضع النادي تحت رعية الحضرة الفخيمة الخدوية وكمان عن تجهير اسم النادي بناء على اقتراح امين سامي باشر من النادي الاهلي للالعاب الرياضية الى النادي الاهلي للرياضة البدنية واخيرا اتكلمنا عن قانون النادي او اللايحة اللي تم المصادقة عليها وقلنا ان دي كانت اول ليحة في تاريخ النادي الاهلي تعالوا معنا بقى نتعرف عليها والناقش اهم البنود اللي اتعملت في الوقت ده وزي ما انتو شايفين دي اللايحة الطبعة دي من اللايحة الطبعة في عهد عزيز عزة باشا رئيس اللجنة العليا للنادي الاهلي اللي تولى الرئاسة بعد استقالة مستر ميتشل انس وده واضح من قائمة اعضاء اللجنة العليا اول ليحة في تاريخ الاهلي فيها مواد سبق مناشتها في حلقات سابقة وبالتالي مش هنتعرض لها زي مثلا اسم النادي ورئيس جمعيته العمومية وزي تم انتخاب اللجنة العليا ومعيد انعقاد اللجنة والجمعية العمومية وغيرها وغيرها لكن في مواد لازم نتعرف عليها ونوضحها ونركز عليها لان المواد دي بتعكس فلسفة انشاء النادي الاهلي والهدف منه هو الاهلي ده اتأسس من اجل ايه والمين وايه الهدف من تأسيسه ده اللي حنلاقيه في مواد الليحة اللي حنبدأها بالمادة التالتة اللي نصت على يقبل عضوا بالنادي موظفه الحكومة واعضاء نادي المدارس العليا وطلبت تلك المدارس بدون اقتراع وكل من يرشح بالطريقة المذكورة في المادة ستة وتقبله لجنة الادارة المادة دي هنلاحظ انها مقسومة لجزئين الجزء الاول معناه واضح موظف الحكومة واعضاء نادي المدارس العليا ومعهم طلبة المدارس العليا اللي حتى مش اعضاء في نادي المدارس العليا دول يتم قبولهم فورا وبدون اقتراع يعني ايه بدون اقتراع يعني يتم قبولهم من غير ما يخدعوا للاجنة تقيم قبولهم من عدم اللي يقدم يتقبل تلقاء الجزء التاني من المادة بيقول ويقبل كمان اللي بيترشح طبقا للمذكور في المادة الستة طب بتقول المادة الستة بتقول لا يقبل عضوا بالنادي من غير الذين ذكروا في المادة الثالثة الا بعد ان يرشح ويعضد باعضاء من النادي ويجب ان ترسل بالكتابة اسماء المرشحين وصناعتهم وعنواناتهم واسماء المرشحين والمعددين الى السكرتير ويجب ان تعلق اسماء المرشحين للانتخاب في محل النادي قبل الانتخاب بسبعة ايام على الاقل الانتخاب هنا يعني الاختيار معنى المادة انه بخلاف الموظفين وطلبة المدارس العليا لو اي حد تقدم لعضوية النادي لازم يتم تعضيط طلبه يعني اعضاء من النادي يوافقوا على طلبه الناس دي حيتم تعليق اسماءهم في الوحى في النادي قبل يوم البد في قبول عضويتهم باسبوع على الاقل عشان الاعضاء يشوفوا الاسامي ولو حد من الاعضاء لاعتراض على اي اسم من الاسماء يبلغ سكرتير النادي ويتم بحث سبب الاعتراض طيب ازاي اللجنة العليا هتختارهم ده اللي نصت عليه البد السبع انتخاب الاعضاء يكون بطريق الاقتراع السري وهو من حقوق اللجنة الادارية وللجنة ان تطلب من المرشح او المعدد بيانات اخرى عن الطالب ولا يجوز اعادة عرض اسم طالب سبق رفضه الا بعد انقضاء اثنى عشر شهرا من تاريخ الرفض يعني من حق اللجنة العليا تطلب بيانات اخرى عن طالب العضوية واللجنة تقوم بالبت في طلب العضوية يتقبله يترفضه وده بيتم باقتراع سري يعني من غير اعلان مين وافق ومين رفض ما احنا مش عايزين حساسيات واللي حترف الطلبه مش من حقه يطلب العضوية مرة تانية الا بعد مرور سنة من الطلب الاول والمدى الرابعة حددت انواع العضويات قالت ايه بقى ينقسم اعضاء النادي كالقاتي اعضاء دائمون يعني طول حياتهم اعضاء مقيمون بالقاهرة اعضاء مقيمون بالجهات اعضاء شرف عضو الشرف هنا هو كل عظيم بتقرر اللجنة الادرية اسناد هذا اللقب اليه لمساعدته للنادي مساعدة مالية او ادبية والعضو الشرف الحق في الانتفاع بالنادي عضو الشرف خلاص زي معرفته المادة لكن ايه الفرق بين العضو الدائم والعضو المقيم بالقاهرة وعضو الجهات المادة الخامسة فصرت الفرق بين العضويات العضو المقيم بالقاهرة هو من يقيم بمدينة القاهرة او ضواحيها داخل دائرة قطرها خمستاشر ميل ومركزها دار البسطة العمومية والعضو المقيم بالجهات هو الذي يقيم خارجا عن هذه الدائرة والأي عضو ان يجعل نفسه عضوا دائما بدفع عشرين جنيها مصرية يعني ببساطة اللي في القاهرة بدير قطرها خمستاشر ميل من دار البسطة العمومية يبقى عضو مقيم بالقاهرة غير كده يبقى عضو مقيم بالجهات والجهات هي كل المناطق خارج القاهرة في عموم مصر طيب ده هي المقاسات بتتأسس زي بين المحافظات العملية دي بتتم من داخل هيئة البريد في ميدان العتبة اللي احنا لسه يلين اسمها في القرار دار البسطة العمومية داخل هيئة البريد هنلاقي تمثال للخديو اسماعيل اللي انشأت دار البسطة العمومية في عهده وفي قاعدة التمثال ده هنلاقي موجود نجمة النجمة دي تعتبر مركز القاهرة ومنها بيتم اياس المسافات من القاهرة لكل انحاء الجمهورية طيب الميل ده بيسوي كامل بيسوي تقريبا واحد وستة من عشرة كيلو متر يبقى الخمستاشر ميل عبارة عن اربعة وعشرين كيلو متر تقريبا وعشان نبصت الحكاة اكتر المسافة بين حلوان ودار البسطة العمومية بالعتبة اربعة وعشرين كيلو يعني اللي ساكن في حلوان يعتبر مقيم في القاهرة وهكذا المسافة بقى لو اكتر من كده يعتبر عضو بالجهات او خارج القاهرة العضو بالقاهرة والجهات عضويته مرهونة بدفع الاشتراك السنوي ما دفعش ما يبقاش عضو طيب با لو عضو بالقاهرة او الجهات عايز يبقى عضو دائم مدى الحياة يدفع عشرين جنيه مرة واحدة ويبقى عضو مدى الحياة الحتة دي لدعم موارد النات عشرين جنيه كان مبلغ كبير اوي في الوقت ده لكن مش كبير على العضوية الاهلي مدى الحياة نكمل قرائتنا لقانون النادي الاهلي للرياضة البدنية اللا ايها وحنتنقل لمادة تانية الاشتراكات هل الاعضاء زي بعض في قيمة الاشتراكات نشوف المادة التامنة بتقول ايه قيمة الاشتراك السنوي لموظف الحكومة ثلاثة جنيهات مصرية ونصف هذا المبلغ لطلبة المدارس العليا وللاعضاء عموما المقيمين بالجهات وخمسة جنيهات مصرية لباقي الاعضاء ولللجنة الادارية الحق في قبول اشتراكات بالجملة مع تخفيض قيمتها عن طلبة مدرسة واحدة او اعضاء نادي واحد ويدفع الاشتراك على قسط واحد ما لم تقرر لجنة الادارة غير ذلك واضح طبعا ان فيه فوارق في الاشتراك السنوي الاعضاء العاديين خمسة جنيه في السنوي ودول لهم موظفين حكومة ولا اعضاء نادي للمدارس العليا ولا طلبة مدارس دول الاعضاء اللي بيتم ترشحهم عن طريق اعضاء النادي موظفين الحكومة بقى ثلاثة جنيه في السنوي المقيمين خارج القاهرة يدفعوا نص المبلج ده يعني جنيه ونص في السنة ليه المقيمين خارج القاهرة يدفعوا مبلج قليل في الوقت ده السفر للقاهرة كان رحلة سفر مكلفة جدا خطوط السكة الحديد لسه مغطتش مصر كلها والسيارات ما كانتش منتشرة وبالتالي الاعضاء دول مش عايقوا النادي الا كل فين وفين وكمان لازم نشجع اللي خارج القاهرة على الانضمام للنادي وعشان ابناء المحافظات يتعرفوا على النادي كأول نادي تم تأسيسه من اجل الشعب وده ساهم مع حاجات تانية كتير هنتكلم عليها بعدين في الشعبية الجارفة للأهل في المحافظات ولأن النادي تم إنشاؤه للطلبة فلازم يكون اشتراك الطلبة مخفى يعني جنيه ونص في السنة الجميل كمان ان اللي حقررت ان ممكن قبول اشتراكات جماعية للمدارس والأندية يعني مدرسة تبعث اشتراك عن مجموع طلبها ويكون اشتراك مخفى وده تشجيع للطلبة لممارسة الرياضة في النادي اللي تبنى عشان طب ايه موضوع الأندية ده المقصود هنا انه كان فيه أندية كتير غير رياضية موجودة في الوقت ده زي نادي المدارس العليا وأندية اخرى اجتماعية وثقافية الليحة ما سابتش حاجة للصف طب لو عضو مقيم في القاهرة واتنقل خارج القاهرة وضعه ايه المادة التسعة بقى حلت المشكلة دي قالت ايه اذا انتقل احد الاعضاء المقيمين بالقاهرة الى خارج الدائرة المذكورة في المادة خمسة يعتبر من الاعضاء المقيمين بالجهات اذا اختر السكرتيرا عن ذلك بالكتابة ولا يكون له حق في استرجاع اي جزء مما دفعه من الاشتراك يعني العضو دفع قيمة اشتراك العضو المقيم بالقاهرة وده اكتر من اللي بيدفعه العضو المقيم خارج القاهرة هنا بقى مش هيسترجع جزء من الاشتراك على اساس انه مش هيستفيد زي الاول لكن طبعا في العام التالي حيدفع اشتراك عضو مقيم بالجهات او خارج القاهرة بتنقل بقى لنقطة مهمة في ليحة النادي الاهلي للرياضة البدنية النادي كان له جمعيتين عموميتين الجمعية الاولى بتشمل اعضاء النادي والشركاء المساهمين والجمعية العمومية التانية بتشمل الشركاء المساهمين بس لما نعرف صلاحيات كل جمعية هنعرف الفرق بينهم وليه في جمعيتين مش جمعية واحدة المادة عشرين في ليحة النادي قالت ايه؟ قالت تنعقد الجمعية العمومية للشركاء قبل مضي 31 يوما بعد انتهاء كل سنة تحت رئاسة الرئيس العام وتتألف من الشركاء ومن جميع اعضاء لجنة الادارة وليس للشريك الغير عضو في النادي حق الحضور في جمعية الشركاء ولكن له ان ينيب عنه شريكا اخر بشرط ان يكون الاخر عضوا في النادي ويجب ان يكون هذا التوكيل بالكتابة وموقعا عليه من الشريك الخائف الكلام ده معناه ان خلال واحد وثلاثين يوم من انتهاء السنة بتنعقد الجمعية العمومية تحت رئاسة الرئيس العام الرئيس العام هو رئيس الجمعية العمومية للنادي يحضرها المساهمين بس واعضاء اللجنة العلوة بشرط ان يكون المساهم عضو في النادي طب لو مش عضو يعمل توكيل لمساهم اخر يكون عضو في النادي المادة 21 حددت صلاحيات الجمعية العمومية للشركاء قالت ايه بقى يعرض على الجمعية العمومية للشركاء حساب النادي عن السنة الماضية وميزانية السنة القادمة وكذلك باقي المسائل الواردة في الدعوة بالحضور ويجب ان يكون حساب النادي عن السنة الماضية ومشروع ميزانية السنة المقبلة تامين قبل انعقاد الجمعية العمومية بعشرة ايام على الاقل وذلك ليطلع عليهما من يريد من الاعضاء وكل شريك مساهم له عدد اصوات بعدد الاسهم اللي اكتتب فيها يعني لو مساهم بعشرة اسهم له عشرة اصوات ومساهم بتلاتين ساهم له تلاتين صوت وهكذا طب مين هنا العضو غير الشريك هي مش الجمعية العمومية للشركاء المساهمين ده صحيح لكن رئيسها وزير المعارف طبقا لعقد الشركة والليحة وارد اوي ان يكون غير مساهم فيكون له صوت واحد طب الجمعية العمومية للنادي وضعها ايه بتجتمع بعد اجتماع الجمعية العمومية للشركاء المساهمين اما في نفس اليوم او في يوم تاني بعد الجمعية العمومية للنادي دورها انتخاب اللجنة العليا للنادي وبتضم زي ما قلنا المساهمين واعضاء النادي وبنستبعد منهم اعضاء الشرك طيب نظام التصويت فيها ازاي؟ المادة 24 حددت ده لكل عضو صوت واحد اما الذين اشتركوا جملة واحدة كطلبة في مدرسة واحدة او اعضاء نادي واحد فلهم صوت واحد عن كل خمسة جنيهات يدفعونها للنادي سنويا يعني كل عضو لصوت واحد طب المدارس والاندية غير الرياضية اللي اشتركوا جملة واحدة كده بتتحسب اصواتهم الجاية نفرض مثلا مدرسة عدد طلابها 100 طالب دفعت اشتراك مجمع مخفض لطلابها 100 جنيه مثلا كل خمسة جنيه لهم صوت في الجامعية يعني المدرسة يبقى لها 20 صوت وهكذا الليحة وضعت صلاحيات الجامعية العمومية للنادي وكان اهم مادة فيها المادة 25 قالت ايه بقى ليس للجامعية العمومية للنادي ان تقرر امورا تستوجب صرف مبالغ اكثر مما حددته الجامعية العمومية للشركاء وليس لها ان تتصرف في اموال او املاك الشركاء ولا ان تقرر امرا ينشأ عنه نقص في قيمة تلك الاملاك المادة واضحة الجامعية العمومية للشركاء المساهمين هي اللي بتحدد ميزانية النادي بتحدد المصروفات والارادات وتعتمدها المساهمين هم اللي انشأوا النادي وبيطوروه يبقى مش من حق الاعضاء العاليين انهم يتدخلوا في امور تتكلف مصاريف اكتر من اللي حددته الجامعية العمومية للشركاء ولا انهم يصدروا قرارات تتسبب في خسارة لاموال الشركاء والاصول السابقة للنادي وده سر ان فيه جامعيتين عموميتين للنادي في الوقت ده جامعية عمومية للشركاء المساهمين وجامعية عمومية لاعضاء النادي لكن علاقة الاعضاء بالعاملين في النادي ايه؟ تفتكر اللي حقالت ايه؟ فالتفقية قانون النادي او لقاحته حطت ضوابط لعلاقة اعضاء النادي مع العاملين فيه ضوابط استمرت في النادي من يوم تأسيسه ولحد النهاردة يعني المادة 12 قالت ايه؟ لا يجوز لأي عضو من الاعضاء توبيخ احد خدمة النادي بنفسه على سلوكه بأي حال من الاحوال بل كل الشكاوى تد الخدمة تبلغ مباشرة للسكرتير كما انه لا يجوز لأي عضو اعطاء اي اجرى او مكفاءة او هدية من اي نوع كانت لأي واحد من الخدمة او من لهم علاقة بالنادي ونص المادة هنا واضح محدش من الاعضاء يوبخ او يحاسب او يلوم اي حد من العاملين في النادي بأي حال من الاحوال مهما كان خطأ مش من حقك توبيخه او انك تحاسبه اخطأ في حقك تكتب شكوى لسكرتير النادي اللي هو مدير النادي حاليا كمان ممنوع تدي هدايا او مكفاءات او هبات يعني بقى شيش لاي حد بيشتغل في النادي او له علاقة به وده للشفافية ده شغله وبياخد عليه مرتب لما تدي له اي حاجة هيتعود على كده وتقاعس في شغله عشان اموال ومكفاءات من اعضاء تانيين وحيتعامل بطريقة مختلفة مع اللي ما بيدهوش دي الف به ادارة اندية لو عضوة اتلف اي حاجة من ممتلكات النادي المادة 13 قالت ايه قالت كل عضو يحدث تلفا بممتلكات النادي يكون مسؤولا امام اللجنة عن تعويضه يعني من قتلف شيئا فعليه اصلاحه وكمان حددت الالعاب الممنوعة في النادي فقالت ويمنع من النادي جميع العاب الميصر ايا كان نوعها يعني الامار ممنوعة اللعبة على فلوس ممنوعة وبالمناسبة في الايام دي سنة 1908 كانت الحاجات دي منتشرة جدا لكن ده نادي اتأسس لطلبة المدارس العليا يعني لازم يكون فيه انضباط واساس ترباوز ونتنقل دلوقتي لاخر مادة فاول لائحة للنادي الاهلي للرياضة البدنية المادة فيها جزئية طريفة جدا لا يجوز الاجتماع بين 30 يونيا واول اكتوبر من كل سنة كما انه لا يجوز اعادة عرض اي مسألة حصلت المناقشة فيها والاقرار على شيء بخصوصها في اي جمعية عمومية الا بعد انقضاء مدة ستة اشهر من تاريخ اخر قرار فيها واذا اجي الاجتماع فيعلن عنه بالكيفية التي تراها اللجنة اطريف المادة دي انه ما يتمش عمل اي اجتماعات في الفترة من 30 يونيا واول اكتوبر من كل سنة طبعا يعني 3 اشهر يوليا واغسطس وسبتمبر ودي شهور الاجتماعات وكمان كان الخديوي والحكومة بموظفيها الكبار بيتنقلوا للاسكندرية طوال اشهر السين ده غير اللي بيسافروا بر مصر وبالتالي دي شهور ما ينفعش فيها ابدا اجتماع لللجنة العليا في غياب اعضاء منهم قرينا وعرفنا نصوص اول قانون للنادي الاهلي للرياضة البدنية قانون ما سابش حاجة للصدفة قانون راعى فكرة تأسيس النادي الاهلي نادي لطلبة المدارس العليا وضع ليهم نظام خاص في الاشتراكات عشان يشارك اكبر عدد من الطلبة المؤسسين للنادي كان فكرهم واضح في كل مادة في عقد شركة النادي وقانون وكل مادة نقراها نحس بعظمة النادي الاهلي ومؤسسين عملوا اساس كان سبب في اننا بعد 114 سنة نفتح محاضر مجلس ادارته عشان نعرف سر الاحدى سر النادي الاكبر في افريقيا والشرق الاوسط سر نادي القرن وبعد ما نقشنا قانون النادي حنتنقل لمحضر جلسة الثلاثاء 31 مارس 908 الجلسة دي كانت اطول جلسة من يوم ما بدأت جلسات اللجنة العليا للنادي جلسة شهدت حدثين في غاية الاهمية في تاريخ النادي الاهلي الجلسة دي شهدت استقالة واحد من اكبر الشخصيات في اللجنة العليا للنادي الاهلي للرياضة البدنية وكمان شهدت تحديد يوم الخميس اتنين ابريل يعني بعد يومين بس من الجلسة لاجتماع فوق العادة ايوة زي ما جه في محضر الجلسة اجتماع فوق العادة يعني اجتماع طارق وكان ده اول اجتماع طارق في تاريخ اللجنة العليا للنادي الاهلي للرياضة البدنية يوم الخميس اتنين ابريل الف تسعمية وتمين تفتكروا مين اللي استقال ويا ترى مكال اجتماع الطارق كان فين ده اللي حنعرفه لو ربنا ادانا ودكم العمر في الحلقة القادمة ان شاء الله اشتركوا في القناة